لا شيء يبقى متداولا ومنتشرا في وسائل التواصل ومجالس المتحدثين مثل الفضائح الجنسية خصوصا إذا كان أحد الضالعين فيها شخصية عامة أو مؤتمنة على وظيفة بمكان مسؤول ورسمي فما بالكم بعميدي كلية في العراق أثار خبر اعتقال الدكتور عماد الشاوي عاميدي كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة أثار الرأي العام من جديد بعد كشف تفاصيل جديدة في قضية الابتزاز الجنسي التي تلاحقه الضحية الطالبة كانت قد تعرضت للابتزاز بالصور الفاضحة من قبل كاميرا مثبتة في مكتب العميد قبل أيام فقامت بإخفاء صورها وإرسال فيديو الابتزاز لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنشره وترسل نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي وتفيد التحقيقات أن أحد موظفي جامعة البصرة وصل إلى حاسوب العميد الشاوي ليكتشف أن المتهم صور ضحاياه بلا علمهم بهدف الابتزاز الجنسي أو التهديد بالكشف عن تلك التسجيلات الجنسية وعثر خلال التحقيق والتفتيش في مكتب المتهم على كاميرات مراقبة مخفية متصلة بكمبيوتر العميد الشخصي لتخضع جامعة البصرة سكرتير العميد وعددا من المقربين منه للتحقيق ووجهت اتهامات للشاوي باستغلاله وابتزاز الطالبات قبل أن يتم إيقافه عن العمل والتحقيق في الحادثة الصادمة طبعا مشاهدين جمهور التواصل تفاعل بشدة مع خبر الاعتقال مثلا يقول نجاح كريم أو ناجح كريم سؤالي هو كيف تعطيك نفسك تنظر لطالبات نظرات شهوية بالوقت لنظرتهم جميعا لك بأنك أستاذهم يعني عمهم أبوهم لكن المصيبة الأكبر أن هذه النماذج شلون وصلت مرحلة الأستاذية أما زيد الموسوي فكتب الشيء الإيجابي بالموضوع أنه هو انفضح من خلال الكاميرات التي وضعها في مكان مكتبه من أجل فضح وابتزاز الآخرين وهذا إثبات أن الشهادة العلمية مجرد تخصص لا يقدم ولا يؤخر بموضوع القيم والمبادئ عمار محمد أخيرا يقول يومين أو ثلاثة فقط الفضيحة على منصات التواصل الاجتماعي بعدها ينسى الموضوع ويصبح من الأرشيف ويرجع المسؤول إلى كرسيه وكأنما لا شيء حدث لو كان هناك حساب وجعله عبرة لمن غيره لما وصلنا هذا الحال هذا عميد كلية مشاهدين تواصل برنامج تريندينغ مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وأكدت الوزارة خبر اعتقال العميد من قبل أجهزة الأمن وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق خاصة في هذه القضية بموجب أمر وزاري وأن اللجنة تواصل تحقيقاتها ولا تستبعد الوزارة صدور قرار بعزل الشخص المتورط من الوظيفة لكونه ارتكب فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الخدمة مضرا بالمصلحة العامة وفق قانون انضباط موظفي الدولة الفضيحة سلطت الضوء من جديد على وقع الابتزاز الجنسي في مؤسسات الدولة العراقية وحتى السجون وفي فيديو سابق صادم اتهم موظف سابق في وزارة العدل بعض الموظفين بالتربص بذوي الموقوفين وقت زيارة النساء لسجن أبو غريب حيث يتعرض السجناء للابتزاز والضغط للحصول على أرقام هواتف نسائهم للابتزاز الجنسي خصوصا يوم زيارات مواجهة النساء الوحدة الحلوة يبقون عليها بطاعتهم مجال بطاعتهم مجال يرحون على رجلها وأخوها وبنها بالسجن يضغطون عليها في سبيل يأخذون رقمها ويخابرون معهم ومساومات يعني يسوون شغلات سوق مريدي ماكو مثلها يعني هواي أمور أنت يعني إحنا مو مرة ولا مرتين توقع لقينا نزلها فوق المدرأ داخل الدائرة تحت العلم والقانون أنا اليوم أردحتي أردحتي هاي المحمد الشياع السوداني أنت سيد الرئيس والزراء أنا جاي يقول لك الفساد اللي عندنا مصائر والناس كلها جاي يتعاني لا يوجد في العراق قانون مخصص لظاهرة الابتزاز فتضطر الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة للاعتماد على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 الذي يعاقب بسجن المبتز بين 7 إلى 10 سنوات في عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش مرعبة في المؤسسات العامة من خلالها ابتزت النساء بالجنس مقابل العلاج والدراسة والعمل وأكد المرصد العراقي في تقريره أن حالات التحرش الجنسي واللفظي أخذت في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة بما في ذلك المنازل في العراق ترجمة نانسي قنقر